اشتركوا في القناة ما هو بتعلق متى ستبثون البرنامج طلع دائما البرنامج تخلص دائما في بث هو بيجي أما البث الأول بيكون أيام الأربع عادة صحيح بساعات المساء بساعات المساء بس بعرفش ممكن أن ينبثوا بتعرف معاد ساعة عشر الصبح على كل حال على كل حال أهلا وسهلا فيك أخ فالح خلينا نبلش طلع كربت الانتخابات كل ما إحنا منكرب على موعد الانتخابات اللي هو الثاني من مارس من منلاحظ أنه خلينا نقول اللي منسمي اللي منسمي إحنا الذئب السياسي اللي هو بيبي نتانياو في سحر عند الزلمي ها بقلص الفارق شو اللي بيستعملوا بيبي نتانياو طلع حكمة زادت أو قلت عدد المقاعد تبقى اسم اللعبة حجم المعسكرات حتى هذه اللحظة لكل الطرفين سواء بني جانس أو بني مين نتانياو لا يوجد هناك معسكر يمكنه من تشكيل ايطلاف حكومة أو حجم معسكر 61 يتعدل 61 مقعد واضح جدا أن بني مين نتانياو في هذه الفترة تمكن من أن يفرض هو الأجندة حتى على تحركات بني جانس لاحظ بأن بني جانس توقف عن ما يعرف بقدرة المبادرة وطرح أجندة في الوقت الذي كان دائما يرد على الأجندة لبني مين نتانياو حتى في جولة الحوار واللقاءات المكوكية التي قام بها لوسائل إعلام عديدة في البلاد كان واضح أن من فرض نوعية هذه الأسئلة هو بني مين نتانياو نعم أتفق معك بأن بني مين نتانياو لديه الخبرة والبع الطويل والتجربة الكافية في السياسة يعني يعرف من أين توقع للكتف بلا شك الرجل برتحش ولا دقيقة الرجل شغال 24 ساعة بلا شك وهناك أمور بني جانس شوية وكف هناك أمور لعبات لصالح حكمة دعنا نتذكر أنه خلال الأسبوع كان هناك ما يعرف بي أنا لا أريد أن أسميها فضيحة وإنما كان هناك ما يعرف بقضية البعد الخامس الشركة التي كان مديرها أو يديرها بني جانس والتي يجب أن نوضح بأنه بشكل يعني مجرد أن المستشار القضايا للحكومة رفع يديه وترك التحرك أو العمل في هذا الجانب للنياب العام يؤكد بأنها ليست بشخصية جمالية هذه قضية كيف أثرت على التأييد لبني جانس بكل تأكيد هناك يعني واضح جدا أنها أثرت يعني بي نتانياو أحاول أنه يقول أنتم تتهموني أني أنا متهم في عدة قضايا برضو أنا جاي بلكم قضية صحيح حكمته يعني قضيك بالقضية ولكن يجب أن نرتب الأوراق نوعا ما وهذا ما قلته مجرد أن المستشار القضايا من ديبلت رفع يده عن هذه القضية وقال بأنها لا تمس ب أو دعنا نقول لا يعني لا هي لا تتعلق بشخصية جماهيرية بمعنى لا تتعلق لا بوزير ولا بعضو كناسة وإنما تتعلق ببعض العاملين في هذه الشركة على المستوى المهني البسيط أو غير المعروف لهذا هو تركها لنيابة العامة والنيابة العامة بدأت بتحقيق بتحقيق على البعد دعنا نقول الإجرامي في هذه القضية ولكن أيضا هناك قضية كما قلنا البعد الخامس كانت هناك عدة قضايا كقضية أشكنازي والملفات القديمة التي كانت قد ديرت بحقه أو ضده في الجيش أنا ذاك ولكن أيضا في هذه القضية لاحظ أيضا حكمت بأنه جميع وعلى جميع المستويات كل الجهات المعنية والقانونية كانت قد فحصت هذه الملفات ولم تجد فيها أي شيء ولكن يعني هل سيكون لها أو كان لها أصداء على المستوى السياسي نعم وهذا على ما يبدو تؤكده فالح في شغل اليوم مهم جدا طبعا كل المحللين لاحظوها إن كان في معسكر كحولفان أو في معسكر اليمين وبالذات بيب نتنياهو هناك محاولة لاختراق أو خلينا نقول الحرب بلشت على الصوت العربي الصوت العربي أصبح اليوم مهم في كلا الطرفين يعني خلينا نقول 10.000 أو 20.000 هون أو هون لا أنا حكمة لا أطفك معك بيب نتنياهو رايح ينجح في اقتحام أو خلينا نقول في أنه يحوش أصوات من المجتمع العربي أنا لا أطفك معك تماما حكمة لاحظ الفرق هم يريدون تصويت الناخب العربي أو بما معنى أدك لا يريدون صوت العربي وإنما يريدون أن يجسوا النبض حول كيفية التصويت العربي ما يشغل بالهم هو لا بيب نتنياهو هاي بدي يجي على كوفر قاسي بيدروا على كوفر قاسي بلا شأ ولكن من قام يعني بيكاتلوا كاعدين اثنين على الصوت العربي ولكن من أراد أن يهجج العرب الآن يريد أن يحججهم حكمة واضح في الأول تهجيج وبعد تهجيج نعم يعني لاحظ أن جميع القوانين التي سنت ضد العرب كقانون القومية وقانون كيمينيتس الذي يهدف إلى اقتلاع العربي من أراضيه الخاصة وكذلك أيضا صفقة القرن التي يتضح فيما بعد بأن بن يمينة تنياهو كان أحد عرابيها إذا لم يكن هو العقلية المدبرة لهذه الصفقة خاصة وأنه هو أيضا تباهى وتبجح بمدى قوة تأثيره على صنع القرار داخل أرواقات البيت الأبيض هذا كله يؤكد بأن بن يمينة تنياهو لا يريد الصوت العربي بقدر أن يريد يعني دعنا نقول تخدير الصوت العربي أن لا يخرج المواطن العربي بدوش الصوت بدو يخدر شو يعني هو لا يريد صوت العربي ولكن هو لا يريد بأن يخرج العرب إلى صندوق الاقتراع لأنه يعلم بأنه كلما ارتفعت نسبة التصويت في المجتمع العربي وانخفضت نسبة التصويت في المجتمع الإسرائيلي كلما زادت أيضا فرص تأثير أو قوة تأثير القامة المشتركة على موضوع تشكيل اقتلاف من غيره أنت كمحلل سياسي وطبعا أنت مستشار استراتيجي كمان يعني فالح حسب رأيك بشتيل وصحك حولفان في الوسط؟ بيني جانس حتى هذه اللحظات وقيادة حجرة أبيض أزرق كل تحركاتهم تؤكد بأن وجهتهم نحو حكومة وحدة وطنية بدون بن يمين نتنياهو لهذا لاحظ بأن تحركاتهم مؤخرا وهذا الأمر لا يكلقهم جدا بأنهم بدأوا يتحدثوا عن حكومة ذات أغلبية هدية يعني كل هذه التصريحات التي تتعارض مع مصالح الجميل العربية ومع كيانهم وحضورهم هنا في هذه البلاد واضح جدا بأنهم استغنوا عن الصوت العربي هم لا يريدون الصوت العربي بكمبياته الكبيرة رم من براك ما بيطلعش من الوسط العربي هم لا يريدون الصوت العربي مؤثر لاحظ جدا هم لا يريدون الصوت العربي مؤثر ولكن من خلال تحركات فردانية ومن خلال توزيع سكريات هنا وهناك لبعض شخصيات يريدون استقطاب بعض الشرائح من المجتمع العرب ولكن كن على ثقة بأنه عدم وجود شخصيات حكمة قيادي لديها الكريزما الكافية في أحد المواقع الواقعية في الأحزاب الصهيونية سواء على يمين الخارطة السياسية أو في المركز لاحظوا أن عدم وجود شخصية من هذا القبيل لا توجد هناك شخصية التي يمكنها أن تقود شرائح المجتمع العربي وصل لمرحلة وعي طلع المجتمع العربي وهذا ما يبدو أن بنيمين نتنياهو لم يفهمه وهذا يؤكد بأن بنيمين نتنياهو يعيش في عزلة وانقطاع عن المجتمع العربي هو على ما يبدو يظن بأن المجتمع العربي ما زال قابع في سنوات الستينات والخمسينات ومن خلال المختير والتوزيع ما يعرف بالكوبتيشن يعني من خلال وضع شخصيات وإعطاء منافع بعض المنافع والمصالح الشخصية لهذه الشخصيات يعني كحول فهم اللعبة أكثر لا لا كلاهما حتى هذه اللحظات لم يدركوا ويفهموا مدى عمق الوعي السياسي الموجود في المجتمع العربي حكمت وعلى ما يبدو بما أننا قابقوا وصينا وأدنى من عيد المساخر هناك من يريد أو يستخدم أسلوبه الساخر يريد أن دعنا نقول يستهتر بمدى قدرة وقدرة الاستعاب والذكاء والحكمة السياسية والوعي السياسي الموجود في مجتمعنا العربي واضح جدا بأن كل الحزبان سواء أو الكتلتان كتلة أبيض أزرق أو الليكود يريدون اختراق صفوف المجتمع العربي ولكن بمثل هذه الاستراتيجيات بكل تأكيد لم ولن يفلحوا وهم لا يريدون أيضا هم يريدون الصوت العربي أن يصوت لهم لكن دون أن يكون مؤثر يعني خلينا نقول في أنت هيك خلينا نلخص موضوع الحزبين الكبيرين اللي هم أبيض أزرق والليكود أنه واحد أنه بقول للناخب العربي أنا بحبك وأنا بدي إياك بس خليك في البيت تتلاش تصوت بكل تأكيد واحد بقول بدك تصوت أما دعايته الانتخابية كلها أنه يعني حكمت بغض النظر عن النقد البناء للقائمة المشتركة وتحركاتها ولكن اللاحظة هي حتى هذه اللحظات لا تعتبر حزب حاكم لهذا تحميلها مسؤولية التقصير بتقديم الخدمات للمجتمع العربي من قبل بن يمينة لاحظ بأن بن يمينة نتنياهو ما زال يكرر ويردد نفس نغمة اليمين الديموجوجية ماذا فعله لكم أو ماذا فعلت الكامل المشتركة للمجتمع العربي هذا يؤكد بأن بن يمينة نتنياهو يعلم بأنه هي مجرد حزب موجودة في معارضة وفي أقلي خلينا نشوفها الدعاية فادي خلينا نشوفها إذا سمعت صورة هاي الصورة شو رايك فيها بيستعملها كاعد اليوم ببناء تانياهو أنه أنا أنا الأقرب صديق للعرب وبستعمل طلع أنا في عندي فيديو واخسارة أني أني أنا أني دكريكا فادي أنه أنا خلينا نقول في الإنتاج ما أعطيتهم مش هي أنه في بعرفش في ديمونا في مؤتمر بلي كود في ديمونا حتى بيبي نتنياهو ما ميز مين هذا الشاب اللي هو طلعه وأجا قال أنا بسرني أني أقدم لكم ممثل الوسط البدوي الشاب طلع من زامر اسمه نائل مباشر نعم يعني خلينا نقول هون هل بيبي نتنياهو بيحاولي غلط الوسط العربي حكمة ليس هذا فحاسب هناك أيضا من يريد أن يعمل على جانب التصدعات وتأميك الفجوات في المجتمع العربي نفسه يعني لاحظ يريدون تقسيم يعني هي سياسة يريدون واضح جدا هذه السياسة التي أنتج بني منها تنياهو منذ أن تولى الحكومة الإسرائيلية يريد أن يقسم المجتمع العربي لمسلمين مسيحيين بدو شركس بدو الشمال بدو الجنو قسم بلا شك ويريد تقسيم المجتمع العربي لأن لاحظ هذه الصور التي أنا كنت قد شاهدت أيضا عمليا هم دائما يهاجمون ونفس النغمة التي كان يرددها إما بيبي أو طيبي هو لا يتحدث عن إحمد الطيبي كعضو برلمان بحد ذاته وإنما يتحدث يعني أحمد الطيبي يمثل مجتمع عربي إذن هو يريد نزع الشرعية عن المجتمع العربي هو يريد أن يحول العربي في هذه البلاد إلى فزاعة وبعبع لتحفيز الناخب من اليمين للخروج إلى صندق الاقتراع خلينا نأخذ المعسكر اللي كان اسمه يسار اللي هو معقول فيه معسكر بعده يسار أو مركز يسار في البلاد أنا أعرف الشيء طلع التجارب شو حظوظهم خلينا نقول برضو في الصوت العربي بدون إيسى وفريد حكمة دعنا أولا نتطفق على أنه في هذه البلاد ونحن نعلم حتى هذه اللحظات تدار مواجهات بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني وعلى تحديد قطاع غزة لاحظ في كل مرة حكمة تبدأ فيها تعلو صوت المدافع الكل يصمت ويبدأ يدافع حتى بما فيه ما يعرف بكتل المركز يسار إذن في إسرائيل على ما يبدو لا يوجد هناك ما يعرف يسار حتى على يعني على الصعيد الأيدولوجي والمبدأي ولكن إذا نريد فرضا بأنه هناك كتل مركز يسار لاحظ يعني بشكل واضح بأنه عدم وجود شخصية قيادية بشكل دعنا نقول بموقع واقعي في كتل المركز يسار بلا شك هذا يمنح الفرصة والأفضلية للقاومة المشتركة على هذه الأحزان هذا التكتل بدون عيسى وفريج في الوسط العربي أنا لا أعتقد بأن حظوظهم كبيرة وهذا ليس فقط متعلق بعسى وفريج كعسى وفريج وإنما أيضا يتعلق بـ يتعلق يتعلق أطفك معك ولكن هذا يعني هذا لا يقتصر فقط على العمل البرلماني أو على وجود أو عدم وجود النائب الصابق عسا وفريج نعم أنا أطفك معك لعسا وفريج كان هناك إمكانية جلب أصوات من المجتمع العربي ولكن بلا شك واضح بأن عدم وجود شخصيات في أماكن واقعية يعني حتى غاديري مريح الزميلة الموجودة في كتلة أبيض أزرق أعتقد هي موجودة في المكان الـ 25 إذا أنا مش غلطان أو الثلاثين يعني حتى هي ليست موجودة في موقع واقعي في العشرة لأوائل دعنا نقول يرتقي لتمثيل الوسط العربي بلا شك ما يعني ما يعني وهذا مهم جدا أن نفهمه حكمة في كل مرة تتعارض فيها مصالح أحزاب المركز يسار مع مصلحة النائب العربي يكون النائب العربي ضحية على مذبح مصالح الأحزاب لاحظ أنه نضح في عسى وفريج وبالتمثيل العربي فقط من أجل إقامة هذه الوحدة وعلى حساب من ومن كان الثمن ومن دفع الثمن هو عسى وفريج خلينا نبلش في المشتركة المشتركة تقييمك لدعاية الانتخابية المشتركة حتى الآن طلع هناك استخلاص للعبر من الحملات الانتخابية السابقة يعني واضح بأن هناك من يعمل وفقا لمعطيات وما يعرف باستراتيجية السيرش ماركتينج وإلى آخره ولكن هل هي ارتقت إلى أن تحصل على العديد والكثير من المقاعد حتى هذه اللحظات هم يعملون بناء على ما يعرف وأنا كنت قد تحدثت بهذا الجانب مع الكثير من أعضاء البرلمان العرب خلال حواراتي أنه حتى عمت جون كندي اللزم كانت قد انتخبت منافسه فقط لأنه توجه لها بشكل شخصي نحن نلاحظ بأن هناك حضور مكثف للقامة المشتركة في الشارع نعم هي تعب وتمل الحيز العام في المجتمع العربي ولكن هل هذه التحركات ستصل إلى جميع المجتمع الوسط وستصل إلى كل فرد وفرد في المجتمع العربي لا أعتقد ذلك هناك ما يعرف بقوة الميسيفيكيشن التي من خلالها خلال فترة قصيرة يمكنك أن تصل إلى عدد كبير من الناخبين دعايتهم مش نايم شوية في خمول في اش مش صح هي جزء لا يتجزأ من المناخ العام في البلاد حكمة تلاحظ بأنه حتى هنا في البلاد هناك نوع من الخمول حتى لدى الناخب الإسرائيلي اليهودي وهذا ما أيضا يخيف بن يمين نتنياه هو ما يخيف كتلة أبيض أزرق وحجرة قيادتها الرباعية سواء بيني جانسي يعلون أشكنازي وكذلك لبيض هو عدم خروج الناخب وجود ثلاث دورات انتخابية في أقل من سنة بلا شك يقود إلى نوع من الخمول لهذا ما نراه في المجتمع العربي وتحركات للقائمة المشتركة هو إنعكاس مباشر لحالة الخمول النابعة من المناخ السياسي العام في إسرائيل حكمة طيب مهاجمة بي بي نتنياهو لا خلينا نقول ليه اختار بس أحمد الطيبي مثلا وأي من عودي ليه اختارهم مثلا على البعد الاستراتيجي أكثر الشخصية وممكن أنه برضو يستفز الشارع العربي فيها لا شك هو الآن يعمل بالوكالة يعمل لصالح القاومة المشتركة وأنا أعتقد بأن جميع أعضاء الكنيسة العرب الآن يضعون إجر على إجر إذا صح التعبير ويقولون شكرا لك بني من نتنياهو لأنك تقوم لنا من خلال التحريد المستمر على المجتمع العربي وعلى قيادات المجتمع العربي تقوم لنا بالعمل الذي من المفروض أن نقوم به كممثلي جمهور في المجتمع العربي الحديث يدور عن إحمد الطيبي أو أي من عودي لسبب بسيط جدا أحمد الطيبي لديه ما لديه من خبرة طويلة في العمل السياسي وهو معروف لليمين معروف لليمين الإسرائيلي بحكم عمره السياسة الطويل ومعروف أيضا دائما بمواقفه الثابتة التي من خلالها أيضا يناكف ويعارض ويتحدث بشكل جليل ضد سياسة اليمين لهذا هم أرادوا أن يعتمد على شخصية أحمد الطيبي وكذلك أيضا شخصية أيمن معود التي عرفت ولديه الآن المعرفة الكبيرة من خلال وسائل الإعلام حتى الإسرائيلية العبرية وحصل على قصد كبير ومساحة كبيرة من التغطية الإعلامية الإسرائيلية لهذا هم يريدون أن يستغلوا شهرة أحمد الطيبي وعمره السياسي الطويل ومناكفاته المستمرة لليمين ومعارضته واستمراره بشكل ثابت على مواقفه التي ضد الاحتلال وضد سياسات اليمين اتجاه للناخب العالمي كرئيس القائم المشترك لهذا هم يستغلوا مكانتين المشترك حسب رأيك أنه بتثبت بحالها كأعدة مليح في الوسط العربي للانتخابات القادمة طلع القائمة المشتركة ما نجحت بأن تقوم به وما زالت مستمرة بهذا الأمر هي تريد الآن تحديد ملامحها السياسية تؤثر دون أن تتأثر يعني سواء أوصينا على بيني جانس أو امتنعنا وصوتنا ضد حكومة بن يامين نتنياهو إلى آخره لم تعد تلعب دور هام لدى القائمة المشتركة بقدر ما هي تريد أن تقول بأننا كتلة مستقلة لديها تأثيرها داخل البرلمان الإسرائيلي ولا تتعلق قوة هذه الكتلة بتحركات سياسية للأحزاب الكبيرة بمعنى هم خلقوا نوع من أمل التغيير لدى الناخب العربي هذا الأمل الذي خلقوه يساهم ويصب في تحفيز الناخب العربي لكن دعنا أوضح شغل جدا مهم قضية اللوجان حكمت وجود النائب العربي في لوجان اللي عملها يمص بشكل خاص كل فرد وفرد في مجتمعنا العربي بدأ يدرك ويفهم الناخب العربي أنه كلما تضاعفت قوة المشتركة وعدد تمثيلها تضاعفت فرص تأثيرها في معنى طلع الكورونا دعنا نقول الفيروس الكورونا فيه علاقة في الانتخابات فيه علاقة وفيه تأثير على الانتخابات حكمة أنا لا أريد أن أخذ في نظريات المؤامرة ولكن اعتمادا على تصريحات لمن سيكون مرشح لبرمن لوزارة الصحة قال بأنه كل هذه التصريحات وعملية التهويل وتضخيم ما يعرف بفيروس كورونا ليست عبثية وإنما على ما يحدث مالك حدف سياسي من ورائها واللبيب من الإشارة يفهم هنا معناته فلذلك احنا أخذنا في المضمور في المضمور السياسي وبدنا نأخذ هسا في المضمور الصحي معنا على الخط الهاتفي دكتور يان مسكن يعيد محلوت زيوميوت شلمحوز يروشلايم كوبات حوليم מכללית عרב טוב عרב טוב אתה יודע בואו נדבר השאלה הראשונה ויירוס הקורונה נגיף הקורונה הגיע למדינת ישראל או לא ישๆ האנשים היחידים אנחנו יודעים בבדאות שה mistake ניגועים Internet どicorn имо אנשים היחידים שנalie יודעים בבדאות שיש להם לגיף הקורונה לד refused נמצאים בבידוד בבית חולים שיבה בתנאים מצוינים והם לא מסכרים את הציבור כן, אז בוא נגיד שיש הנגיף הגיע לארץ אבל תגיד לי, מה עם הבהלה של קבוצת התיירים מדרום קוריאה אני אספר לך מה שאנחנו יודעים אנחנו יודעים שקבוצת תיירים שיצאה מישראל לפני בערך עשרה ימים אחרי שהם היו פה בארץ שבוע נמצאו חלקם, תשעה מהם אם הם לא טועה חיוביים לנגיף הקורונה איננו יודעים אם הם נדבקו בארץ איננו יודעים אם נדבקו במטוס בדל החזרה, איננו יודעים אם באו לארץ וכבר חולים אין לנו שום ידע בנושא הזה אבל יחד עם זאת אנחנו הולכים לחומרה ואומרים שאנשים אנחנו היות, בהחלט ייתכן שהם היו מדביקים באותו זמן אנחנו עורכים מפה של איפה הם היו ומתי הם היו שם ואנשים שנחשפו אליהם בבירור ויש לנו הגדרה מה זה חשיפה זה מעל רבע שעה במרחק פחות משני מטר אנשים האלו אנחנו מבקשים לבודד אותם בבית למשך שבועיים מאותה חשיפה זה מעשור כמו עוד ארבעה חמישה ימים לכל היותר לוודא שהם לא מפתחים סימני מחלה ואם הם מפתחים אנחנו נבדוח אותם לקורונה דוקטור ין היום אנחנו כפי שידוע לכל לכלל הציבור שקבוצת התיירים האלה היו בנצרת היו אפילו בבית לחם בחברון והאוכלוסייה הזו אתם כמערכת הבריאות איך אתם יכולים להרגיע אותם או איזי מסר להגיד להם איך אתה יודע איך לתגונן מהנגיף הזה אוקיי אז אם מי שנחשף ונדבק נדבק בואו נתחיל מההתחלה אין לנו דרך עכשיו לגלגל את ההיסטוריה אחורה אין לנו דרך להגיד לאנשים הייתם צריכים לשים מסכה כי זה לא רלוונטי כי אף אחד לא ידע שהקבוצה הזאת נושא את המחלה הזאת ובאותו זמן בכלל לא ידענו שיש את המחלה בדרום קוריאה כן זה נושא ראשון אז האם בן אדם היה וראה את הקבוצה והיה בקרוותה לא מספיק שראו ראו אותם יוצאים מהמסעדה שאלה והוא נכנס אחר כך הוא הפוך אלא היה בקרוותם למעלה מרבע שעה אותו איש מתבקש להתקשר למוקד משרד הבריאות כוכבית 5400 להודיע להם על כך והם יתנו לו הנחיות האם עליו להיות בבידוד בבית בחופשת מחלה אז הנגיף לא באוויר זאת אומרת צריך זאת אומרת מי שנגוע בנגיף אם הוא בתוך מסעד היצע הוא לא משאיר את הנגיף אנחנו יודעים אנחנו יודעים שייתכן שהוא משאיר אבל באוויר הסיכוי מאוד נמוך ועיקר העברה הוא באוויר ייתכן שזה על משטחים אבל הסיכוי לקח הרבה יותר נמוך ולכן אנחנו אומרים אנשים שהיו בקרבת שיש מגע אמיתי והמגע אמיתי או החשיפה אמיתית שזה אומר מעל רבע שעה ופחות משני מטר דוקטור עד כמה מדינת ישראל ערוכה לחז וחלילה למתקפה של נגיף כזה במדינת ישראל האם מערכת הבריאות אנחנו ערוכים לגל יותר גדול ממה שאנחנו נמצאים בו עכשיו? האם אנחנו ערוכים לנגיף בקופת חוני מכללית חדש האם אנחנו ערוכים לנגיף חדש מעולם לא ראינו שיגיע לארץ ואנחנו משווים את זה לשפעת פנדמית שפעת חדשה שהיא הרבה יותר מדביקה דרך אגב מהנגיף הזה אבל האם אנחנו ערוכים? בהחלט אנחנו ערוכים יש מערכות מוכנות יש במקרה של השפעת יש תרופות במקרה של הקורונה אנחנו לא יודעים איזה תרופות יעילות אבל זה לא רק אנחנו לא יודעים העולם לא יודע העולם לא יודע אנחנו מתמודדים עם משהו חדש המערכות של מדינת ישראל יודעות לזכות המערכות של מדינת ישראל יודעות לבדד המערכות של מדינת ישראל אבל מוגבלות כמו שכל מדינה אחרת ואנחנו רואים שמדינות מאוד מאוד מפותחות כמו איטליה כמו אוסטרליה גם הם צריכים להתמודד وאני קראתי היום שאוסטריה אוסרת הרכבות מאיטליה כי יש שם מדינות מפותחות עם מערכת בריאות בהחלט מפוארת גם הן מתקשות להתמודד דוקטור ין מסקין יועץ מחלות זהומיות של מחוז ירושלים קופת אורים מכללית תודה לך אנחנו רגועים בינתיים אני מקווה שכן תודה חביב אחר סואל المشتركة كم كورسي كم نائب من الصابق لوانا أو من الصعب جدا التنبؤ ولكن بدهم 15 ولكن في 15 في 15 في 15 حبيب حكمت في 15 حكمت لا يمكن الإجابة بعلوم السياسة بشكل بشكل مختصر لا أنا لا يمكنني التكاون ولكن دعني أقول بأن هدف الـ 15 مقعد هدف الـ 15 مقعد ليس بهدف بسيط ولكن في نفس الآونة ليس بهدف صعب المنال هناك حال التعبئة في الشارع العربي الشارع العربي بدأ يتفاعل مع حملة القامة المشتركة وليس فقط وإنما أيضا يريد أن يرد على حملات التحريض وصفقة القرن والقواني الأخري بما معناه يا حبيب خلينا نقول كورونا مع كورونا بدون كورونا اطلعوا صوته المجتمع العربي سيخرج شكرا شكرا لك على الرحمن ساعة مشاهدنا يا كرام ناتي لننتهي حقا برنامج تخلص على عامل لقائبكم في الأسبوع المقبل مشاهد الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة